اشتركوا في القناة كان ابرزها عمليتان بالتحديد الاستهداف قاعدة ميرون ردا على الاعتداء الذي حصل على بلدة صويري في البقاع وايضا الاعتداءات على مدينة بعلباك ومن ثم ايضا استهداف ثكنة ياردن للمرة الاولى المقر الرئيسي في زمن الحرب بخمسين صاروخ كاتيوشا وذلك ايضا ردا على الاستهدافات التي تحصل او الحاصلة على بعلباك والبقاع نذكر يارا بانه اول استهداف حصل للبقاع كان في اواخر شهر فبراير في 26 من فبراير الماضي حزب الله بعد هذا الاستهداف الاول والغارتان التي طلطا بعلباك مباشرة استهدف مقر القيادة في الجولان المحتل اليوم بعد استهداف ايضا بعلباك هناك استهداف لمقر القيادة الرئيسي في زمن الحرب في الجولان السوري المحتل وايضا قاعدة ميرون الجوية والتي بتنا نعرف اهمية هذه القاعدة الجوية في تنصيق العمليات الجوية للطيران الحربي الاسرائيلي بالطبع الضربات على ما يبدو على بعلباك هي موجعة وهذا هو السبب الذي يدفع حزب الله الى العمق والى استهداف مقار وقيادات مهمة جدا بالنسبة للجيش الاسرائيلي بحسب العلام العبري قال بانه الجيش الاسرائيلي او الغارات على مدينة بعلباك استهدفت مباني عسكرية يستخدمها حزب الله في العمليات الجوية وايضا مهبط للطائرات في مدينة بعلباك اخر غارة قام بها الطيران الحربي الاسرائيلي على سهل بداي هناك معلومات تتحدث عن سقوط اصابات ما بين قتيل وجريح وبالتحديد المعلومات الاولية تتحدث عن قتلين وثلاثة جرحة في هذه الغارة بالطبع كان هناك عدد كبير من الغارات التي قام بها الجيش الاسرائيلي على البلدات الحدودية اللبنانية كمرون الراس غارتان عيت الشعب كفر كلا وحول كذلك الامر لم تسفر عن سقوط اي ضحايا حزب الله في العمليات المتبقية قام باستهداف مباني في مستوطنات شلومي شوميرا أفيذيم حنيتة ثقنة برانيت وغيرها من المواقع كذب دين طيب لينا كل هذه المواقع التي تذكرينها استهدفها واستهدف تجمعات للجنود ومباني يستخدمها بالنسبة للمواقع التي يتم استهدافها من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي وقصفها في الجنوب اللبناني كيف رصدت حركة النزوح حركة الاهالي في هذه المناطق يعني ليس كل اهالي الجنوب نزحوا من قرىهم كحسب ما يرد من تقارير الخطوط الامامية القرى الحدودية مباشرة الملاصقة على عمق حوالي ثلاثة أو أربعة كيلومترات هي شبه خالية يارا من السكان وهذا حصل في الأسابيع الأولى نظرا لأنه هناك غارات عنيفة جدا على هذه المناطق بعض هذه الأحياء لم يعد موجود يارا بعض هذه البلدات هناك مئات المنازل التي دمرت فيها إن كان بشكل كلي أم بشكل جزئي فيما يتعلق بالخطوط الخلفية أو البلدات التي تبعد حوالي خمسة كيلومترات إلى حدود عشرة كيلومترات بالطبع هناك أعداد لبأس بها من السكان لا يزالوا يتواجدون في هذه القرى وبعد من نزحوا من الشريط الحدودي تراجعوا إلى بعض هذه القرى ولكن هناك حركة نزوح كبيرة بحسب ما هو معلوم من إحصاءات أو أرقام رسمية هناك حوالي مئة ألف نازح ولكن بمعظمهم عادوا وتمركزوا في البلدات أو المدن الجنوبية ولم يتوجهوا إلى باتجاه العاصمة بيروت ولكن بسبب الدمار الكبير البعض يريد أن يعود ولكن بسبب الدمار الكبير جدا والاعتداءات الإسرائيلية إن كان على المنازل بعض هذه الطرقات لم يعد موجود لا يستطيع هؤلاء أن يعودوا إلى بلداتهم وقرائهم وبالطبع بسبب الاستهدفات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي عندما يكون هناك أي سيارة تمر يقوم بالإغارة عليها وأيضا رأينا عدد من المدنيين الذين سقطوا في هذه الغارات التي قام بها الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الماضية